اهلا فيكم حبابي برج القوس في قناتي. رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية. القراءة متل دائما. رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع. وايضا تقبل العكس. يعني اذا انت عم تتعامل مع برج القوس. ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة على طاقتك. او منطبقة على طاقتك. متل دائما طبعا خود المفيد من القراءة. خد فقط الاشياء الايجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة. واترك الاشي اللي بتحسه اه ما بينطبق عليك. لانه قراءة عامة. يعني مش رح تنطبق على الجميع. فاخد منها فقط اللي بي فيها. او وبعدين رح نشوف شو طاقتك. طاقت الحبيب الحالية. وشو خطواته. ونوايا. وشو مصير العلاقة بينكم بالمستقبل. عشان تفهم الوضع احسن. طيب وحنبلش بطاقتك اول يا برج القوس. بالنسبة لطاقتك الحالية برج القوس. عم شوف انت عم تفكر بشخص معين. شخص بالماضي. عم تفكر بخسارة من نوع النا. او في عندك حدا بحياتك. عم تعتبره او توقم او رفيق درب. او توقم روح. وعم بتكن اليه كتير من مشاعر. عم شوفك اوراقك التلاتة هدول اوراق مائية او اوراق عاطفية بتخص العاطفة. فانت فيه شخص بحياتك حاليا. عم تفكر كتير فيه. وعم شوف انه فيه حدا بدك يعني ممكن مش بدك تقدمه عرض حب ولكن بدك يكون فيه من بينك وبينها الشخص علاقة. ايضا عم تحس بشوي من خيبة الامل لانه عم تحس انك عم تشتغل على العلاقة مع هالشخص. ولكن مش عم تود عليك بالنتيجة اللي بدك اياها بوقت سريع. عم تفكر بالجانب السلبي اكثر من الايجابي. وعم شوفك حزين. حزين مشان شخص ما. في عندك شخص انت حزين مشانو. عم تفكر بالماضي. ممكن تكون عم تفكر ب اكس او عم تفكر بعلاقة. كانت بينك وبين الشريك ولكن لسبب ما ما نجحت العلاقة. ولكن عم نشوف طاقتك حاليا يا برج القوس كتير عم تفكر بالشخص اللي انت عم تتعامل معه. بدنا نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك. الحبيب اللي عم تتعامل معه اه او ما بيحب حدا يتحكم فيه. ما بحب حدا يسيطر عليه. دائما او انت بتحس انه هو اه بيتغير بسرعة. او دائما بيتحرك بسرعة. الامور معه مش واضحة تماما. انت بتحس الامور متقلبة مع هالشخص. ما بتتحرك بالنتيجة اللي انت بدك ياها. لانه مرة بتكون الامور بينكم اه ايجابية ومليحة ومرة بتكون سلبية او بتكون الطاقة بينكم متوقفة والتفاهم بينكم اه صعب. عم شوف هو الحبيب في عقله الباطني. السبب اللي ممكن اه ما خلى الامور تنجح بينكم انه هالشخص عم شوفه اه او كتير بيهتم بالعائلة. فهو عم يفكر هو بمطرح بحياته عم يفكر بتكوين اسره. لانه عنده التينوف كوبس هالشخص بده يكون اسره. ايضا عم شوفه اه بالعقل الباطني عنده يعني اه شخص ايموشنلي متور او عاطفيا ناضج هالشخص. ام شوف ايضا هو ما بيحب انه الامور بينكم ايضا مش واضحة. مش فقط انت ما بتحب انه الامور بينكم مش واضحة. لانه بيشوف هالشخص انه انت شوي متلاعب هون. هالشخص بيشوفك يا عقل الباطني بيشوفك اه بيتخبي عليه او ما بتحكي له الصدق. في اشيه هو بيشوف بحياتك. او فيك انت غير واضحة. وهالاشي ممكن يكون من خوفه من انه هو بده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس. عم شوف برج القوس برغم انه مشاعرك كتير صادقة تجاه هالشخص الى انه انت كمان ما بتحب حدا يربطك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين. وانا مشوف انه هو الهدف النهائي لهالشخص او اللي قول تبعه. انه هو بده يكون وين اسره. وغالبيا بده منك التزام بمعنى انه البعض منكم برج القوس. هالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني ارتباط رسمي. لهو ممكن يكون الخطوبة او ممكن يكون سواج. فممكن يكون اه العلاقة شوي منخبطة بينكم لانه هو بده يرتبط اسرع منك. او في وقت اسرع منك. طيب انه نشوف شو ممكن تكون سبب المشاكل بينكم او واحد من اسباب المشاكل بينكم. وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلو. عندك هون يعني في اه انت وهو انه طاقتكم مشتركة عم تحسوا انه انتو محطوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو ما بدكم يا. في شخص كتير عفوي منكم. وبيحب يخلي الامور تيجي اه بسهولة او يعني متل متل ما الله بيريد. وفي شخص بيحب الامور تكون اه كتير مدروسة او بيحب يمشي على نمط معين. فانت رح يعني انت بيختلف الوضع من شخص الاخر. بس انت رح تشوف انه مين هو الشخص اللي هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزام جدي حاليا. عم يشوف انه هو مش مستعد الى التزام جدي. وفي طرف بده التزام جدي. بده نمط معين يمشي عليه. ايضا بده يحس انه في نهاية العلاقة رح توصل لالها. لانه تين يعني في تكملة لاشي معين. وهو بده يشوف انه العلاقة تكون الها نهاية. ايضا في طرف منكم. مع انه اه حاول يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية. ولكن الطرف الاخر رافض اه فكرة الحب او رافض اه يتقبل منه عرض او رافض التواصل معه. عم شوف البداية بينكم اللي كنتو بتريدوها ما نجحت. كنتو رح تبدو في بداية جديدة. او حصل في بينكم فترة اه خاصمتوا فيها بس. لان كنتو بتكم تبدو بداية جديدة ولكن فشلت. لانه عم شوف انه في طرف ترك العلاقة او مش في طريق لوحده. من اجل انه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة. وبما انه اجت بطاقتكم هاي فصار في عندكم خلل بانه تبدو العلاقة مرة اخرى. لانه في طرف اه رافض فكرة الحب لانه عم يشوف انه اه طريق ما في الو النهاية او ما في خط واحد او ما في ارتباط من نوع اه زواج او خطوبة او ارتباط رسمي. لانه عم شوف في طرف بدو ارتباط وفي طرف بدو شوي ياخدوا الامور اه ببساطة او بدو يتمهل اكتر باخد الامور. طيب انه نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر اه فيه. عندك فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير معين اه بحياتك انت عم تشوف النوم. ابطل يفيدك. في ايضا انه عندك فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير اه عم شوف افضل. لانه انت عم شوفك ايضا اه ازا انت زعلان من هالشخص او ازا انت من جروح من هالشخص. عم شوف انه انت مستعد انه تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي. انك تتركه بالماضي. لانه لانه عندك ثري اوف سورت. ثري اوف سورت بتنزيل. لانه انت يعني كنت كان فيه جرح عاطفي من هالشخص. انجرحت من هالشخص. الشخص هاد زعلك. ولكن عم شوف انه انت مستعد تترك بعض الامور او بعض البلازعات. الجدالات اللي صارت بينك وبين الشخص. تتركها بالماضي. عم شوفك ايضا اللي عم تحاول توفق بين اه شيئين بحياتك. عم تحاول توفق بين ممكن شخصين. ممكن عم تحاول توفق بين العاطفة والعمل. لانه ممكن اذا درج القوس مش انت اللي بدك الارتباط. ممكن انت ارتباط لانك ممكن تمركز على الوضع المادي كتير. او عم تفكر حاليا بكيف تتكون نفسك من ناحية المادية اول. بالذات اذا مثلا رجل برج القوس رجل عم يتابع ممكن يكون غير مستعد الى الارتباط بعكس الشخص اللي عم تتعامل معه. ايضا بدي احكي بالابراج اللي ممكن عم تتعامل معها. ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج مائية. ابراج ترابية. ابراج هوائية. بس بالاغلب في عندي اوراق اه مائية. فممكن. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس او في كتير مي بالخارطة الفريقية تابعته. ايضا خلينا نشوف خطوات الشريك بالمستقبل او خطواته المستقبلية. هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب او عم يبحث عن شريك. يخلق معه رحلته في الحياة. عم شوفه مقبل او بده بداية عاطفية جديدة معك. عنده ايس فهالشخص عم ايضا. هالشخص عم يطمح الى بداية جديدة معك. ايضا عم يشوف هالشخص بيرضى بالقليل. بمعنى انه هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتيرة. مع انه للبعض منكم ممكن تفكر انه هو او ممكن تفكر انه هو متطلباته كتيرة او عم يطلب منك اشي كتيرة. ولكن هو عم شوف انه الاشي اللي كتير مركز عليه هو فقط اه شخص او رفيق يقدر بيكون معه. لانه اغلب تفكيره تفكير عاطفي. طبعا عم شوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة. ممكن يكون ايضا شخص روحاني اللي عم بتتعامل معه. عم شوفه اكتر اشي اللي يركز عليه ومهتم فيه. اللي هو طبيعة التواصل بينكم. ومدى التزامك مع هالشخص. ومشاعرك تجاه هالشخص. وحقيقة مشاعرك هالشخص. ايضا عم شوفه اه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة. انا عم شوف انه اه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي. او انت حسيت انه كان كتير جدي. انه ازا ما مشيته الامور متل هو بيريت. اه بيفركش الوضع او بيترك العلاقة. عم شوف انه هو بالمستقبل رح يحاول ينظر الى الامور بطريقة شوي ايجابية. مش نظرته للعلاقة بينكم. عم شوفه ايضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر. لانه في عنده هالشخص عم يستنى رسالة منك. عم يستنى خبر منك. او عم يستنى بداية جديدة معك. عم شوف هو عم يتقدم من الناحية او رح يركز على وضعه العائلي او وضعه المادي. ولكن في عقله الباطني لسه عم يستنى خبر او عم يستنى. ممكن انت وهو مش عم تتواصلوا نهائيا للبعض منكم اللي مش عم تتواصلوا نهائيا. الشخص بدو يعرف فقط انت شو هي اخبارك يعني. شو التطورات اللي صارت معك. شو الجديد في حياتك. يعني بدو مثل يتطمن على وضعك. كيف هو الميح او او لا. ايش متل هيك. طيب بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل. شو ممكن يصور. how teachable are you? ف الواضع بينكم بيتطلب المرونة وايضا بيتطلب انه تتقبل الشغل تتقبلوا بعض متل ما انتم. عم شوف انه بدكم تكونوا أكتر للمستقبل مارينين مع بعض هذا بالنسبة لكرة النصيحة أما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية فالوضع بينكم عاطفيا رح يكون كتير إيجابي في بداية جديدة من النحية العاطفية رح تصير بينكم رح يصير في بينكم كونكشن كتير عالي أيضا أغلب الكروت المائية اللي يجيت لك هون من الرقم الكبير أو كينغ أوف كابس يعني فكينغ أوف كابس أفضل من أفضل كروت الحب لأنه المشاعر بتكون مشاعر عميقة الارتباط بس يكون يكون على المدى البعيد أيضا فيه رح يكون كتير من التعاطف بما أنه الأوراق كتير مائية يجت فرح يكون فيه كتير حساسية بينكم كتير تعاطف بينكم يعني حتى إذا صار فيه أغلاط أو إذا صار فيه بينكم جدالات أو مشاكل عم شوف أنه فيه مجال لمناقشة الأمور بينكم لحل الأمور بينكم وحتى يعني لوجود فرصة إنه تشرح الوضع بينكم فيه رح يصير بينكم عادل بالأخذ والعطى قال إنه عندك سيكس أوف كنتيكلس هون فأنت ونوه رح توصلوا لمرحلة إنه تفهم أو تفهموا الاثنان إنه يعني بدك ضعطي على أد ما بتأخذ أو إشي مثل هيك بالذات من ناحية العاطفية أيضا أم شوف إنه إذا صار فيه بينكم جدال بالمستقبل أو مشكلة بالمستقبل أو أو عدم تفاهم بالمستقبل الطريقة اللي رح تحلوا فيها الوضع أو رح تحلوا فيها النقاش رح تكون طريقة متشور أو طريقة ناضجة مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص أو رح تحكم على التواصل مباشرة لا رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا إلى ناتج يفيد أو تستفيدوا فيه الاثنان بس من الناحية العاطفية عندكم أربع كروت مائية إجت لك من الكروت التوضيحية فالوضع بينكم من ناحية العاطفية كتير إيجابي أيضا أم شوف من الناحية المادية أو من ناحية التوفيق بين العمل والعاطفة أم شوف أن تتقرح تعتو اهتمام أكتر للعلاقة بينكم لأنه عم تفكروا فيها في المدى البعيد أو بدك أنت هو توصل العلاقة هاي إلى المدى البعيد أو إلى تن أوف كوبس إلى يعني إنشاء أسرة أو إنشاء ارتباط جدي بينكم أوكي حباي ببرج القوس أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكايب وتفعل جرس الإنذار حتى يوصل لكل جديد إن شاء الله رحشوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا